طيب تعالوا نروح لموضوع برضو هام جدا انه حددت هيئة قضايا الدولة الفترة من اليوم 21 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل لتلقي طلبات خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022 لشغل وظيفة مندوب مساعد من الذكور والإناث ده نظير رسوم 600 جنيه من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة بشارع ابو الفدة في الزمالك حددت هيئة قضايا الدولة خمس شروط رئيسية يجب ان تتوفر في المتقدمين من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022 لشغل هذه الوظيفة وظيفة مندوب مساعد من الذكور والإناث وذلك بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونا تمثلت هذه الشروط الرئيسية في الآتي ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد ألا يزيد عمره عن 30 عام في تاريخ نشر هذا الإعلان أن يكتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن رابع شرط إن تتوفر في الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية تبقى لما تقدره اللجنة آخر هذه الشروط يثبت المتقدم لياقاته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة طيب ده خبر الحياة كان مهم جدا طبعا اللي عايز يتقدم لهذه الوظيفة